ليس من فراغ أو عبث يعتبر الجسم الصحي في لبنان من الأهم والأكثر حرفية وما شهدناه في الساعات الماضية خير دليل استنفار صحي في لبنان من أقصاه إلى أقصاه مستشفيات لم يعد في غرف الطوارئ فيها موطئ قدم الأسر ممتلئة والكوادر الطبية والإسعافية لم تسترح أكثر من 1800 جريح والإصابات تراوحت بين خاطرة جدا ومتوسطة وخفيفة ومعظمها في منطقة الرأس والأطراف وزارة الصحة ومنذ اللحظة الأولى كانت حاسمة في التعليمات في الاستنفار والجهوزية وزير الصحة في رأس الأبيض جال صباحا على عدد من المستشفيات متفقدا حال الجرحة والطواقم الطبية للأسف نحن عنا 12 شهيد يعني الله يرحمهم جميعا في عنا نحن 2750 جريح منهم هدول تلتينهم تقريبا حوال 1850 جريح منهم عم يحتاجوا يظلوا بالمستشفيات في حوالي 300 هن بالعناية الفائقة في حوالي 450 أو أكتر شوي عم يحتاجوا عمليات خاصة عمليات على العيون أو عمليات على الأطراف وكذلك يعني في منهم في منهم تحكموا وطلعوا ولكن العدد اللي تحكموا وطلعوا المستشفيات كان أقل من الثلاث إنه لولا إنه نحن كان عنا خطة طوارئ لولا كان فيه سرعة بالاستجابة من القطاع الصحي لا سمح الله كان عدد الشهداء أكبر بكتير نحن السبب الأساسي إنه هيدول المرضى يعني لازالوا معنا لأنه بسرعة المستشفيات قدرت يعني تستقبلهم قدرت تركبهم مصل قدرت تعطيهم دم قدرت تعملهم عمليات لألي بيحتاج عمليات وهاني أنا برأيي يعني التحية الكبرى لهالقطاع الصحي هو بالفعل إنه وبالرغم من كل الصعاب وبالرغم من كل الضغوط وبالرغم وبالرغم حول ععملهم بس مبارح قدر يعني يقدم حقيقة يعني نحن حكي عن سبعين مستشفى مبارح نحن حوالي التسعين مستشفى يعني نحنا وصلنا بالمستشفيات حتى بعتنا مرضى على يعني على الشمال وهون مش بس بدي أحكي عن مستشفيات بدي أحكي كمان عن قطاع الإسعافي يعني نحن قلنا فوق الألف إسعاف نقلت حوالي الألف وثمينمئة مريض وكانوا عم بيساعدونا خاصة لما أي مستشفى يكون فيها عدد جرح كبير كانوا عم بيساعدونا ناخد هالجرحة وننقلهم على مستشفى أخرى وهذا سمح للمستشفى أن تؤدي واجباتها للمرضى اللي عندها من غير ما أنه تتغرق أو يصير عندها عدد كتير كبير من المرضى وما تقدر تلبيهم وتطرق الأبيض للجسور الطبية الجوية التي بدت من قبل أصدقاء لبنان حقيقة نحن بهالصراع مع العدو الإسرائيلي نحن الرسالة اللي عم بوجهها كل هذه الدول هي واضحة وصريحة وهو أن الشعب اللبناني ليس لوحده مثل ما أن الشعب اللبناني كذلك كان عم بوجه رسالة للشعب الفلسطيني أنه أنت كمان منك لوحدك المستشفيات كانت أمام تحدي كبير لجهوزيتها نحن كنا مسبقا عاملين خطة طوارئ لبعض الأحداث اللي ممكن تحصل بالبنان وخاصة بالظروف اللي نحن موجودين فيها بهاي الحالة نحن فعلنا خطة طوارئ المجهزة مسبقا بالتعاون مع وزارة الصحة وكانت تجاوب كتير جيد من أطباء وتمريض وإداريين وموظفين يعني كنا نستقبل بمعدل تقريبا بالدقيقة بين حالتين لخمس حالات استقبلنا 121 إصابة والحالات كانت عويصة والأمور الحمد لله استوعبنا الأمر بشكل سليم نحن كنا عاملين يعني في وزعين الجرحة لغرين أريا وريد أريا وإلى آخره أو ديلو أريا وبالتالي أنه حسب الحالات نحن وزعنا وطلعنا على العمليات وعلى العناية الفائقة وأفرغنا عدد من المرضى الموجودين بالمستشفى فللناهن على بيوت من شأن لنستوعب عدد أكبر من المصابين وعليه جاءت الإجراءات ترجمة لخطط الطوارئ الطبية التي كانت تعمل عليها وزارة الصحة والتواقم الطبية والإسعافية ومن خلالها كان الإضاءة على نقاط القوة والضعف على أن يصار إلى التقييم الشامل عندما تلتقت المستشفيات أنفاسها لاحقا ما جرى ليس من السهل أن يتم احتوائه لناحية السرعة والحرافية التي شهدناها في الساعات الماضية أكثر من 2800 جريح توزعوا على المستشفيات في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت والضاحية استنفار طبي وسرعة استجابة ليؤكد ويثبت الجسم الطبي مجددا أنه قوي ومتماسك وعلى قدر المسؤولية رشزنها شامل أن بيان